تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي في العاصمة المؤقتة عدن سير العمل في طحن وتجهيز 24 ألف طن من القمح مقدمة من المركز لست محافظات سيستفيد منها مليون مواطن يمني من الأسر المحتاجة وطرع الجانبان ومعهما الممثل المقيم مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن سجاد محمد ساجد على سير عملية طحن الحبوب والتعبئة وصولا إلى التجهيز لنقله للمحافظات المستفيدة وثمن مدير برنامج الغذاء العالمي باليمن مارك جوردون الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان لمساعدة اليمنيين